ركعتاء الوضوء يجوز أن تجمع فيهما عدة نيات يعني لو واحد دخل المسجد توضأ في دورات المياه ولا توضأ في بيته وداخل المسجد فأراد أن يصلي تحية المسجد فنوى أن هذه ركعتاء وضوء وتحية مسجد وركعتاء سنة الفجر بعد أو ركعتاء سنة الظهر القبلية أو إن كان مثلاً قبل العصر نوى أنها التي جاءت في حديث ابن عمر في الترمذي لما قال عليه الصلاة والسلام رحم اللهم رأى أن صلى قبل العصر أربعاً قال هذه منها ركعتين وبصلي أخرين أو نوى أنها حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة مثلاً فجمع ثلاث أو أربع نيات في ركعتين جاز له ذلك وصال له الفضل مثل مثل لو شخص فرضاً عليه مثلاً قضاء من رمضان فاختار يوم الاثنين ليقضيه وقال لأصيب بركة الصيام في هذا اليوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه وصامه تعرض فيه الأعمال وكذلك أنه قضاء عما فاتني من رمضان نقول فعلك هذا أفضل ممن يصوم يوم الثلاثة ولا الأربع وكذلك هنا لو جاء واحد إلى المسجد بصلي مع وقيمة الصلاة فكبر بصلي ركعتين السنة نقول إنوي أنها ركعتها وضوء وإنوي أنها تحية مسجد وإنوي أنها سنة ما قبل الصلاة إن كانت صلاة فجر ولا ظهر فهي السنة القبلية وإن كانت غيرها من الصلوات فهي الصلاة بين الأذانين اللي هو الأذان والإقامة ولا غير ذلك أهم شيء إنوي النيات اللي تقدر عليها حتى يأجرك الله تعالى على كل نية بحسبها وهذا لا بأس به أن يفعله المرء أن يجمع عدة نيات في صلاة واحدة إلا في أحكام أخرى طبعا في النية هذه لها باب آخر لكن هنا في ركعتين الوضوء يجوز أن ينوي عدة نيات بعض السنن ما يجوز تنوي عدة نيات يعني مثلا لو واحد جاء إلى المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر وصلى وفاتته أن يصلي سنة الفجر قبل الصلاة يجوز أن يصليها بعد الصلاة مباشرة ويجوز أن يصليها في الضحى لما جاءت الساعة التاسعة الضحى أراد أن يصلي ركعتين بنية أنها صلاة الضحى ثم تذكر قبل ما يكبر قال آه أنا ما صليت سنة الفجر تدري هاتين الركعتين عن سنة الفجر وسنة الضحى الله أكبر وصلى نقول لا ما يصح جمع النيتين هنا قال يا أخي ما أنا أجمع دائما أنا أنتم قلتوا يجوز تجمع سنة وضوء وسنة تحية مسجد وسنة فجر كلها مرة وحدة قال لا ويجوز بعد معها استخارة لو بيصلي استخارة نونها استخارة بعد جمعت أربع نيات هناك وهنا نيتين ما تجمعونها نقول ليس كل النوافل يجوز جمعها النوافل من باب الفائدة والإخوة الكرام تنقسم إلى قسمين نوافل مطلقة غير محددة بوقت مثل مثلا صلاة الاستخارة يجوز تصليها المغرب تصليها الظهر تصليها بعد العشاء تصليها الضحى في غير أوقات النهي ولو احتجت في أوقات النهي تصليها صليتها على النهم دوات الأسباب إذا كان الوقت ضيق واحتجت أنك تستخيل فهي ما لها تحديد في الشريعة لازم تصليها الوقت الفلاني والكيفية الفلانية ما في تحديد مطلقة وكذلك تحية المسجد هذه مطلقة دخلت المسجد الصباح الظهر مغرب عشاء صل تحية المسجد وكذلك سنة الأوضو توضأت الظهر عصر مغرب عشاء مسافر مقيم صل هذه اسمها نوافر مطلقة هذه يجوز أنك تجمع عدة نيات في فعل واحد فتصلي ركعتين وتنوي هذه تحية مسجد وهي أيضا سنة وضو وهي أيضا أنا بأفعل كذا فأنا ناويها استخارة بعد هذا يجوز لأن كلها نوافر مطلقة جمعتها في ركعتين ويجوز النوافر المطلقة تدخلها في النافلة المقيدة فما هي النافلة المقيدة النافلة المقيدة هي اللي مقيدة محددة إما مربوطة بعبادة أخرى مثل سنة الفجر لو واحد الحين قام أكبر وصلى ركعتين قولنا لا لا إش ماذا تصلي قالوا الله أصلي سنة الفجر نقول ما يجوز لأنها مربوطة بصلاة مربوطة بوقت صلاة مقيدة لكن لو قال والله ركعتين لله كذا أصلي لله ركعتين نقول ما عليك شيء لكن لو قال سنة فجر نقول لا ما يصح هذه مقيدة لو قال هذه سنة ضحى نقول ما يصح هذه مقيدة بوقت أو مقيدة بربوطة بصلاة هذه النوافل المقيدة النوافل المقيدة ما يجلز تجمع عدة نيات في ركعتين مع بعض فسنة الفجر نافلة مقيدة سنة الضحى نافلة مقيدة ما يجوز تجمعها كلها وتقولها بصلي ركعتين سنة فجر وسنة الضحى نقول لا لكن النوافل المطلقة يجوز أنك تدخلها في غيرها هذا يعني بيان سريع لما يتعلق بجمع النيات فكذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الركعتين المقصودة في الحديث يعني ركعتين وضوء ولا تنسى أنك تنويها يعني كلكم يتوضأ ويجي يصلي في المسجد سواء توضأ في بيته ولا توضأ في المسجد لكن هل كلنا إذا جاء كبر ينوي مع كونها تحية مسجد وسنة ما قبل الظهر ينوي أنها أيضا هذه سنة وضوء ولا لا ربما هذا يغيب عن أذهان بعضنا فاحرص أنك تنوي إذا بكبر صلي ادخل مع سنة الوضوء أعظم لأجرك يا أخي ولذلك ترى هذا من بركة طلب العلم يا إخواني العلماء يسبقون الناس يوم القيامة ليس بكثرة أعمالهم ما هو بلأن العالم يصلي خمسين ركعة في اليوم وغير العالم يصلي عشر ركعات لا لأن العالم يعرف كيف يصلي مثل اللي مثلا أرادوا يفتحوا محل ويشترون بضائع فهذا عارف إش السوق يريد وعارف من وين يأخذوا البضاعة بالجملة فراحوا خذوا البضاعة مثلا بريالين وباعها بعشرة ريال الثاني ما عنده خبرة خذها بتسعة وباعها بعشرة بضاعة أخرى كلهم فتحوا محل بنفس الإيجار ويجلسوا من الصبح إلى الليل لكن الأول اشتغل صح وعرف يختار وربح أكثر مع أنه يقوم بنفس الجهد والثاني لقلة علمه في التجارة لم يصب كالربح الذي أصابه الأول كذلك في السنن العالم يعرف أن هذا الذكر أفضل من هذا الذكر فهو يكثر من الذكر اللي هو أفضل إذا جلس في الحرم عرف أن الطواف أفضل من الجلوس والتسبيح والتهليل فيقوم يطوف لأن عبادة الطواف عبادة لا تفعل إلا في الحرم أما التسبيح والتهليل فيفعل في أي مكان فالعالم يعرف إيش العبادة اللي يحطها في وقته الذي يقضي فيها وقته وبالتالي لها أجر أعظم لكن غير العالم ما يدري يخبط هكذا أهم شيء عبادة لله حتى لو كان أجرها أقل ولذلك تجد الواحد طالب العلم إذا بغي يصلي ركعتين يجمع ثلاث أربع نيات هذه سنة وضوء وهي أيضا تحية مسجد وهي أيضا سنة فجر الله أكبر صلى اللي جنبه نوانها سنة فجر غاب عن باله أنها سنة وضوء أو تحية مسجد وإن كانت تسقط تحية المسجد يعني بالركعتين يعني إذا صلىها